ازايكم عكس رسايد فيديو النهاردة بتتكلم عن بورسعيد وجواليته في بورسعيد ولما انا عملت في لوج بورسعيد بقى انا بحب بورسعيد قوي وبرتاح فيها طبعا لو انت عديتي على الزيني ده لازم تشربه احلى كوباية شاي كوباية الشاي بتاعته حلوة جدا هتشوفوه انا هحطها لكم اهيه بالبخار بقى شايفين البخار طالع منه ازاي كان حاجر وهي ببسطة طبعا انا مالحقتش اشربها عشان كانت سخنة مولع فكملت شربها في الطريق عادي وكانت بردت بقى الهوة اللي بيخبط فيها دي كانت خلتها تبرد المهم بقى ان الزيني ده بيبيع بقى الناس بتنزل عنده تشتري اه بيشبك وبتشتري بسبوسة او متدلعة عايز اشتريك ونفها اشتري ان انت عايزين المهم بعد كده العربية بقى كملت وباعت اتفرج عالطريق عم حب اتفرج عالطريق ده بقى معارض بتاع الدمياط نقلوها اللي كانت في دمياط نقلوها في العطريق ده الحكومة انا عملت المشروع ده بصراحة هو مشروع حلوي قوي نقلوا كل الصناعية وكل التجار بتاع الخشب والاساس حطوهم هنا فلو انت عروسة اكد اكد هتجي اشتري من هنا تمام لو انت هتشتري من الدمياط يعني المهم بقى بعد كده كملت دي بقى مزارع السمك اللي في بورس عيد يعني بصو تمشي من جميلة تحس انت شم راحة السمك اكد يعني مش هتشم راحة بورجر يعني المهم اه دي بقى شركة براعيم اعتقد يعني اه اللي هي بتاع الحكول براعيم فاكرين كل من اخدها في الدراسات بعد كده بقى ايه بعد ما نزلت من العربية دي كانت اول الجولة بقى ان انا اروح سوق البالة عشان اشوف ايه سوق البالة ده عامل في حياتي ما روحته فكنت عمل اسمع عنه بس اه بصراحة حلو انا عامل فيديو كامل اه باشوفوه انا بس باخداركم كده ايه لقطات اللي هي ايه الاحداث المهمة اللي كانت فيه يعني لكن هي بقى كل حاجة عنه في الفيديو اللي انا هحطه لكم في صندوق الوصف طبعا انا بشتري دلوقتي كان ده كان اميز زارة اعتقد اه زارة كنت بشوف بقى مائسي ولا لا او كده وشوفي دهني ماشي ازاي بعد كده بقى روحت عالمعدية شايفين شكلها ده بقى المدخل بتاع المعدية والعربات بتركب اه برضو فيها بتعدى الناس من بور سعيد لبور فؤاد والعكس صحيح وبقى في محل عصر القصب كده وانا رجع هاشرم من عنده برضو علشان ليته زحمة وبتاع فكان العصر القصب بتاعه حلو وعصر المنجة المهم ده الوقتي ده المنزر وانا هراجب المعدية في الدور اللي فوق فيه نوعين من المعدية معدية لها دورين ومعدية دور واحد انا بقى ايه ركبت اللي اتنين ما سيبتهمش يعني طبعا رجعت بقى من بور فؤاد وركبت المعدية تاني ودخل تاني على بور سعيد علشان نشوف بقية الجولة احنا هنعمل فيها ايه? المهم ما شايفيني الناس بيتحضر نفسها عشان تنزل لكن قصد الان اصول لكم الناس هوية بتنزل اهو بس وان تو سري البيتاع اللي هي الفهموا يعني انتو فهمين قصد هينزولوا الناس اهو وبعد كده العربيات يعني العربيات بتحتاج من الناس يعني ممكن العربية ومدهز الناس لا في احترام في احترام انا لو انا بسوء انا ممكن ازبط الناس بعد كده بقدبت عصير القصب وهو اللي انا قلت لكم انا شربت من عنده عصير القصب بعد كده بقى روحت البحر وخلاص على كده لو عجبك الفيديو يا دوسي لايك واشتراك قد تنزل اتبيه جلال البيتاع اللي بي بي وي بي